يا سلام أكتر العيب في مصر مثلاً من اللي انت اشتغلت معاهم انبهرت بمستوى البدني خصوصاً في النقاط اللي انت بتركز فيها دي قوي ولقيته انه هو متجاوب معاك ومتجاوب مع كل حاجة انت بتشتغل عليها هو بيرفكت فيها طريق حامد طريق حامد طريق حامد أكتر واحد شفته ملتزم بيحب يطور في نفسه بياخد باله من كل حاجة الصغيرة قبل يعني اي حاجة اي حاجة صغيرة بيسأل فيها عايز يعرف فيها ايه دي بتتعمل ازاي دي بتتعملش ازاي طب انه ليه ما بعملش دي كده طب المشكلة في دي ممكن يطورها ازاي واني ما شاء الله عليه يعني هو دلوقتي عامل مسم ممتاز مع التحجير رغم تقدمه في السن وخد بالك ده موضوع اكيد برضو ليه حسابات عندك بس هو عنده اللي هو عايز يعمل ده فدي دي خلاص بتقفل السن بتقفل موضوع السن هو دلوقتي عايز يعمل ده وعايز يتطور فخلاص ده بتقفل موضوع السن الراجل عايز يتطور وبيشتغل على كل صغيرة وكبيرة فبتفر معاه طب انت برضو من ضمن اللعيبة اللي اشتغلت معها على مأطاقة كهرباء حتى برضو اشتغلت معها فترة رؤيتك للكهرباء وهل الفترات اللي هو بيبعد فيها لانه طبعا انت عارف المشكلة والعقوبة والحاجات دي كلها لسه ما تحليش فبعيد شايف الحالة البدنية ايه بالنسبة له انت شغال معه كهرباء عنده ميزة محدش هيتوقعها كهرباء عنده ميزة التحمل جمدة قوي يعني عنده قوة التحمل كويسة قوي عنده الروشاقة كويسة قوي تحمل القوة عنده قويسة اه عنده قويسة قوي يعني وبيتحدى نفسه يعني مش بس لو هو لعب مش قادر اعمل دي وقعد استسلم لا خلاص انا هعملها ممكن اخد بالك ده هو دايما سبحان الله شوف انت بتقول ايه رأيه لا مع ان دايما بيتم اتهامه مثلا ان هو ايه بدنيا مش كويس اه ما بيهتمش بنفسه دايما تلاقي الكلام ده تطلع على كهرب طبعا بس ده كلام يتنافق وعكس تماما اللي انت بتتكلم فيه وده كلام بيسعدني على فكرة اللي انت بتتكلم فيه لان حتى الاشعات دايما ما بيجي يقولك ايه اسأل واحد تطلع ليه اشعق الكهرباء كهرباء ده سهر ده كهرباء معرفش ايه بس على الشغل اللي انت بتقوله ده انا في فيديوهات ممكن لو نزلناها وقول له اي حد بيتكلم قول له جربت عملها وهو كهرباء كان بيعملها مئة في المية يعني الموضوع اللاعباء كمان دلوقتي بدأت تتغير عقليا هم عايزين يتطوره وعايزين يعملوا حاجات كويسة وعايزين يحافظوا على الكرير بتاعهم فبيعملوا افضل حاجة يعني كل المتاح ان هو يقدر يطور نفسه فيه بيعملوا